فترة التوقف حالياً خلاص زي ما بقول لحضراتكم خلاص فرقتنا حصلت على راحة والتوقف الدولي حيكون طبعاً ماتشين مع جيبوتي وسيرليون في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكاس العالم القادم إن شاء الله الحقيقة زي ما بقول لحضراتكم النادي الآلي فترة التوقف اللعيبة خدت أجازة اللعيبة الدولية انضمت إلى معسكر المنتخب إن شاء الله استعداداً لمبراتي جيبوتي وسيرليون في بداية مشوار تصفيات كاس العالم 2026 الحياة اللي هتقوم في ثلاث دول زي ما حضراتكم عارفين في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك النهاردة روي فيتوريا أو معسكرنا بدأ النهاردة معسكر المنتخب بدأ النهاردة روي فيتوريا وتجمع المنتخب النهاردة إن شاء الله استعداداً للماتشين ماتش جيبوتي وسيرليون 25 لعيب تم اختيارهم أو القايمة اللي تم اختيارها من روي فيتوريا اللعيبة المحترفة الحياة بتوصل تبعياً خلال الساعات اللي جاية هيكون نجمنا محمد صلاح هينضم لي القايمة وهينضم لي الفريق في المعسكر زي ما حضراتكم شايفين يمكن دي قائمة المنتخب اللي هتخود ماتشين أنا في اعتقاد دي ماتشين مهمين جداً جداً زي ما بقول لحضراتكم محمد صلاح خلال الساعات القليلة هينضم لمعسكر المنتخب علشان كمان يكون منتخبنا متكامل منتخبنا الحقيقة كل العناصر الموجودة فيه عناصر قوية جداً واذا كنا بنتكلم على المحترفين ففيه حالة الحقيقة حالة من التألق وحالة من التواهج لمحترفين فيه طبعاً الدوريات المختلفة وعلى رأسهم نجمنا الكبير محمد صلاح بيأدي اداء اكتر من رائع عمر مرموش كمان بيأدي اداء رائع مع فريق فرانكفورت في البوندزليجا بالاضافة لمصطفى محمد مصطفى محمد كمان مع فريق نانت الفرنسي بيقدم يعني مباريات قوية جداً وبالتالي ده شيء مهم وده شيء يعني جيد جداً ان شاء الله اداء من لعبنا محمد صلاح خلال الفترة اللي فاتت والتقلق الكبير ان شاء الله ينعكس مع المنتخب كذلك عمر مرموش اللي يمكن الفترات الاخيرة كل الصحب في المانيا بالذات ومتعلق جداً مع فريق فرانكفورت في البوندزليجا حتى على مستوى الدوري الاوروبي بيشتغل بشكل اكتر من رائع نسبة التهديف مرموش بيواصل التهديف في الاسبعي الاخيرة بالنسبة عالية جداً جداً وشكل اكتر من رائع ان شاء الله كل ده يكون اضافة بجانب طبعاً مصطفى محمد بجانب تريزيجيه موجود النيني كمان في الصورة يعني عندنا الحقيقة مجموعة من اللاعبين والمحترفين عندنا قوة كبيرة جداً جداً خاصة في الشكل الهجوم لكن بنقف دايماً على تصفات كاس العالم ومحدش يزعل ان دلوقتي لازم نتكلم بكل امانة اه على مستوى الاسماء جيبوتي سيراليون مش على تاريخ منتخب مصر لكن الحقيقة الفترات الاخيرة والطفرة الكبيرة في الكرة الافريقية بتخليك لازم تكون الان وروي فيتوريا الآن الالأ الإيجابي وعلى الالأ الإيجابي هو الرجل بيتكلم ان انا حنزل بقوة الضربة ان احنا بنستعد بشكل إيجابي جداً ليه ماتشين جيبوتي وسيراليون ودايماً البدايات بتكون صعبة ولما نرجع للتاريخ لتصفيات كاس العالم على مستوى افريقيا هنلاقي ان منتخب مصر الحقيقة في فترات كثيرة جداً خرجنا من او ما وصلناش كاس العالم بسبب المنتخبات مش عادة اقول منتخبات القليلة الضعيفة لكن المستوى التاني والتالت ان احنا مرة عن طريق ليبريا مرة عن طريق ناميبيا مرة عن طريق النيجر ما وصلناش وبالتالي استعدادات لازم تكون مهمة جداً واستعدادات بجدية جداً جداً عايزين ان شاء الله عمدنا ان شاء الله البداية وحضراتك شايفين انت استعدادات بكون وصلها كده لان روي فيتوريا الحقيقة واخد الامور بجدية يعني وده طبعاً صور من ارشيف تجمع منتخباتنا في الفترات اللي فاتت وزي ما بقول لحضراتكو مشوار كاس العالم مشوار التصفيات مشوار طويل وانك تبدأ المشوار ان شاء الله بست نقاط امام جبوتي وسيريليون ده بيديك دفعة معنوية كبيرة جداً مش عايزين نخش في ازمات مش عايزين نخش في مطبات تعادل او لقدر الله يحصل حاجة غير متوقعة وتبدأ الامور تتعقد الحاجات دي يمكن يعني خدنا خلاص على الكلام ده لكن الحقيقة خلاص احنا عند الوقت بنشتغل بعقلية احترافية كبيرة جداً جداً عندنا لعيبة محترفة وعندنا كمان لعيبة في الدور المصر بتقدم مستويات جيدة جداً وعندهم خبرات كبيرة جداً جداً وبالتالي لازم كل ده ينصب ان شاء الله في الماتشين اللي جايين بمكسب واداء كويس يعني خلينا نتكلم انت كلاعب منتخب مصر والإدارة الفنية مطالبة امام جيبوتي وسيرليون اولاً بالفوز سلاس نقاط او ست نقاط في المبارياتين وكمان نأدي اداء يليه باسم منتخب مصر الحقيقة التاريخ والستاتيك والارقام على مستوى روي فيتوريا اكتر من هايل على مستوى الارقام على مستوى النتائج في المباريات اعتقد تسعة فوز واحد هزيمة عدد رائع من المباريات ادها ولكن لغاية دلوقتي الحقيقة فيه ناس قالت لسه مش ده منتخب مصر مش دوت الاداء اللي طمننا بشكل كبير جدا عندنا لعيبة عندها مستويات كبيرة جدا عندنا لعيبة محترفة اللعيب المصري في الدور المصري فيه مجموعة جيدة جدا بتأدي بشكل اكتر من رائع وبالتالي الفريق مطالب الفترة اللي جاية انه يأدي اداء جيد جدا اكيد النتيجة مهمة فيه شكل نتيجة مهمة لكن كمان لما تلاعب جبوتي وسيريليون بالرغم يعني على سبيل المثال فريق سيريليون عنده اكتر من خمستاشر ستاشر اللعيب محترف فده يعني لا يقلل ابدا من فريق سيريليون ولكن منتخب مصر وانت لازم تنزل بهذه الصخافة وهذه القوة ان انت منتخب مصر انت قادر انك تقدي مباراة جايدة على مستوى الاداء الفني وعلى مستوى النتيجة ان شاء الله بإذن الله تكون نتيجة إيجابية في خلال المباراتين عندنا الحقيقة روي بيتوريا موسط على القاعدة جدا عندنا خمسة وعشرين لعيب اعتقد ان هو السيناريو هيمشي ان هو هيزبط الماتشين او التشكيل على المباراتين بشكل او باخر ولكن في يعني في كل تصرحات والحقيقة كان بيتسم بالجدية قال انا حنزل بالقوة الضربة احنا بنحترم كل المنتخبات الافريقية عندها طفرة كبيرة جدا في المنتخبات ظهرت خلال النتائج والمستويات في البطولات اللي احنا شفناها وبالتالي هيعتمد بشكل كبير جدا على اللعيبة الجهزة 100% وزي ما بقول لحضراتكم عندنا قعدة لا بأس بها من اللاعبين المنتظين يقدر روي بيتوريا الحقيقة يعمل تشكيلة ويعمل اداء ان شاء الله بإذن الله يكون اداء قوي ونتيجة مميزة لمنتخبنا كل التوفيق لمنتخبنا ان شاء الله في المباراتين دول